أهلاً أحبائنا مشاهدينا خلينا ندخل في الحلقة شهادة يسوع المسيح لصلبه وطبعاً يعني إذا المسيح تكلم عن صلبه فهو ذهب إلى أورشليم لهذا الغرض خلينا أستعرض من خلال حديثي في هذه الحلقة عن آيات كثيرة وحتى لو لم أشرح هذه الآيات لكنها تتحدث عن نفسها بل تفسر نفسها أيضاً خليني في البداية أقول كان المسيح متأكداً أنه خرج من عند الآب طبعاً بكلامه وبأفعاله أيضاً في يحنى 16 الآية 27 والآية 28 صلب وقيامة المسيح ليس هو مجد نهاية حياة شخص على الأرض ولم تكن مجرد استشهاد كشخص مظلوم بل هو أمر محتوماً منذ الأزل ومعروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم اسمع ما يقول رسول بوتروس الأولى في الإصحاح الأول من آية 19 بقول لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح اسمع دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ولكن أظهر في الأزمنة الأخيرة وفي سفر أعمال الرسل نقرأ في الإصحاح الثاني والآية 23 نفس الرسول يقول بوتروس هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه يعني اللي فعلوه اليهود والرمان عوز يقول بكل بساطة إنه كانت بمشورة الله المحتومة ولابد أن يتم المكتوب الرب يسوع المسيح كان يسميها الساعة من بداية الإصحاح الثاني في يحنة 2 لم تأتي ساعة بعد ثم يقول في يحنة 12 بتقرأ عنها في آية 23 إلى 30 قد أتت الساعة قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير كان يتكلم عن الساعة وطبعاً بتشوف في يحنة 16 ويحنة 17 أيها الآب قد أتت الساعة لقد كان يسوع يعلم يعلم مكان الصلب في أرشاليم وخارج الأصوار كان يعلم توقيت الدقيق للصلب ليلة الفصح ولم يمت إلا في الوقت المعين عندما أكمل كل شيء على الصليب بل كل الغرض من مجيئه هو الموت على الصليب بيتكلم بتفاصيل ودقة تامة بل تتعجب من صحة المكتوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر